السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغرل المايمين. ازايكم يا سنة ربعة بتدائع عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بازن الله هنبدأ نحل الامتحانات على الواحدة التانية. ركز معي عشان الفيديو مهم جدا جدا وهعرفك ازاي تحل الامتحان بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. طبعا ده شكل الامتحان اهو مكون من تمن اسئلة. نفس اللي هيجي في اه اخر الترمو بالزبط هو ده. طبعا الكلام ده للعام لكن الازهر بيكون شكل الامتحان مختلف شوية وهنبدأ برضو نحل الامتحان للازهر عشان محدش يزعل مننا. تعالوا بقى نشوف الامتحان بتاعنا هيبدأ بايه. نقول بسم الله. عندنا هنا لسن اول سؤال في الامتحان هتبدأ تحله ازاي? اقرب بس الكاميرا عشان تشوفوه. سؤال يا ولاد هو بيجيب اربع اسئلة صح وغلط. تمام? يعني انت الاربع اسئلة قدامهم كده بيكون في مربعات. هتكتب فيها حرف تي حرف الاف. تي لو الاجابة صح واف لو الاجابة غلط. احنا ما بنعملش صح وغلط. احنا بنكتب تي او اف. خلاص? طيب. عندك اول حاجة هنا اه في سؤال الاربع جمل دول احنا هنعمل فيهم ايه? انت بس هتقراهم. خلاص? يبقى مسلا لما نشوفوا الجملة الاولى. اه سعلى بالفنج بعش في النهر. بغض النظر عن ان انت مسلا رأيتك نص ونص او مش هتعرف تترجم الجملة كلها بس اقراها. تمام? طيب الجملة التانية نفس الكلام والتالتة نفس الكلام والربع نفس الكلام تبدأ ايه تقرم. طيب بعد ما اخلصت قرية تسمع بقى من المسا والمسطر الجمل. اه مسلا انا قلت اه هنا في ريفر وهنا المسأل يبقى الجملة كده غلط. ليه? لان الكلام اختلف. تمام? وخلي بالك ان احنا ممكن ما نجيبش بالترتيب. انا ممكن اقولك جملة التانية وبعدين التالتة التانية الرابعة وهكذا. فعشان كده بقول لك لازم لازم تقرم. تمام? تعالوا بايا اسمعوا مني واشوفوا الكلام ده صح ولا غلط. طبعا انا في الملخص المعاصر الجديد اه صبحة اتنين وتمانين. تمام? لو عشان لو ايه هتشتغل معي كده يبقى انا في صبحة اتنين وتمانين. فهنبدأ نرى كده مع بعض. يلا اسمع مني وانا هقولهم مرتين. تمام? وانت شوف الاجابة صح ولا غلط. اول حدا بيقول ايه? تمام? انا كده خلصت اروه مرة كمان. تمام? انا كده خلصت اروه مرة كمان. خلص كده يا اولاد. انا كده خلصتها. اول واحدة حليتوها ايه? هو اول حاجة بيقولك. سعلة بالفينك بيعيش في النهر طبعا دي غلط. انا قلت عليها يبقى الاولى. بعد كده بس احنا عمسة ما سمعناش كان اه يبقى بدل صعلة بالفينك باحنا عارفين ان الحيوانات بنعاود عنها بالضمير ات. فلما قولك زفينك فاكس هي هي ات. فبقول ات از. يبقى هو اصغر من الصعالة بالتانية اه صح كده. طيب زفينك فاكس نيدز بيج ايرز تو هير انسكتس يبقى برضو ترو. بعد كده ات لوزز هيت فريم اتس ماوس. دي غلط. فوس. وهي لان احنا قلنا ان هو بيخسر الحرارة بتاع جسمه من من ودانه. تمام? طيب تعالوا بقى نشوف كده الاختيارات مع بعض والراجع على بالمرة. بيقول ايه? طبعا هنا عندنا صفات مقارنة. عرفنا منين? انا عندي هنا حكتين. انا بكرم ما بينهم وكمان عندي ذان. فاحنا قلنا لما بلاقي ذان لازم اختار الصفة اللي فيها اي ار او مور والصفة الكبيرة. تمام? طيب. الطيارة اسرع من القطر. طب هنا بقى اجيب للصفة اللي فيها اي ار. يبقى انا هاختار ذان. طيب ركم ثلاثة. هورسز لايك تو درينك وادر. الاحسنة بتحب بتشرب المية ايه? سويت ديرتي فراش صوف. طبعا الفراش واتر. اللي هي المية العزبة. نوبو فور. ذا فينك فاكسز بيقولك ان الفراء السميك بتاع سعلا بالفنك بيخلي ايه? وارم كولد كول ايسي. طبعا هتكون وارم. يعني بيخلي دافي. خلاص? طيب السؤال اللي بعد كده عندنا كلمة فر. ديزرت. ليف. كاري. الفر اللي هو الفر والديزرت. الصحراء وليف يعيش وكاري يعني يحمل. كاملز ارميزن. الجمال الرائع. نعم. they help us to things and people to cross the desert. هما بيساعدونا في انه هما بيعملوا ايه للاشياء والبنى قدمين في الصحراء? يبقى بيساعدونا انهم يحملوا الاشياء والبنى قدمين عشان يعبروا الصحراء. يبقى اول واحدة هتكون كاري يعني يحمل. طيب. their milk is delicious. اللي بتاعهم نزيز. we can use their to make clothes. او بيقول ان احنا نستخدم ايه عشان نعمل منه ملابس. يبقى ما فيش غير الفر اللي هو الفر. طيب اخر جملة. camels are perfect for the الجمال رائع في الايه في الصحراء يبقى desert. خلاص. مسالية للعيش في الصحراء. خلاص. طيب. تعالوا للتوصيل. التوصيل ده كان العقدة مع الاطفال اللي معي في صنة ربعة بس دلوقتي بقى اسهل سؤال بيحلوه في ثانية بلاقيهم مخلصين سؤال التوصيل ما شاء الله. سؤال التوصيل عايزيكم تبقى شبطار زيهم كده. سؤال التوصيل. احنا عندنا هنا اربع جمل. هاخد قصادها من هنا اربع جمل. لكن هنا خمسة. يبقى في واحدة مش هناخدها. تمام? طيب. احل ازاي. انا بنقرأ الجمل اللي من هنا. وبعدين نقرأ الجمل اللي من هنا. ونشوف بقى ايه اللي ماشي معه التاني. يعني عندنا هنا the crocodile is. التمسح ماله. the horses have. اللي احسانة عندها ايه. camels have large. الجمال عندها ايه كبيرة. reem gozels live. غزال الريم بيعيش فين. طيب flat feet. يعني اقدام مسطحة. مين اللي عنده ال flat feet. يبقى ال camels. تمام? يبقى دي number three. large beautiful eyes. اه من اللي عندهم عيون كبيرة و جميلة? يبقى طبعا horses. الاحسانة. يبقى دي number two. insects lizards and small mice. الحشرات والسحالة والفران الصغيرة. هتمشي مع اي حاجة من دول? لا. طيب in the desert في الصحراء. ينفع ان اقول ان غزال الريم بيعيش في الصحراء. اه يمسي. يبقى دي number four. huge and scary. فاكرين لما شرحنا الدرس بتاع التمساح والصعبان. قلنا ان التمساح له صفاتين مهمين جدا. huge and scary. يبقى لما بلاقي huge and scary او scary and huge. بنختار من الكركوديل. يبقى دي هتكون number one. خلاص. طيب نيجي بقى للكتعة. الكتعة برضو بقيت سهلة جدا جدا معهم عشان فهموها. انا برضو عايزكم اي تفهموها. هنبدأ نقرأ ونشوف هو عايز من ايه. طبعا هنا بيتكلم بيقول there are many beautiful animals live in the desert. ream guzzle is one of them. ream guzzles look very beautiful. they live in the sahara desert and they walk around looking for grass leaves and plants to eat. they have big ears and long horns. they have yellow white coats which protect them from the sun. like camels they don't need to drink a lot of water. بيقول طبعا ان في حيوانات جميلة بتعيش في الصحراء ومنهم غزيلة الريم. وغزيلة الريم شكلها جميل جدا وبتعيش في اه الصحراء الكبرى. وبيقول انها بتتجول بقى. يعني بتفضل تتمشيك كده في الصحراء عشان تدور على الاعشاب واه اه الاوراق الشجر. وكمان النباتات عشان تاكلها. زي هم يبقى راجع على من اللي عندهم big ears عندهم مدين كبيرة كمان. long hornets برون طويلة. يبقى راجع على تمام? طيب وبيقول ان كمان عندهم الفرق بتاعهم لونه ابيض مسفر او ابيض كريمي وبيقول بيحميهم من الشمس زي الجمال وهم زي الجمال ما بيحتاجوش انهم مشربوا مية كتيرة. خلاص احنا كده فهمنا. تعالوا بقى نشوف الاسئلة. اول سؤال معنا بيقول لنا غزال الريم بياكل طبعا كلنا عارفين ان غزال الريم بياكل الاعشاب والحشاش ووراق الشجر والنباتة. تمام? طيب يعني تعود الى يعني الكلام ده رجع على ايه. سواني بقى نوقف الفيديو ثانية. انا وقفت الفيديو بس عشان عارفين انتم بتوع الخضار والزيت وش عارف ايه كلهم بيعد وقت التصوير. لازم لازم حاجة تحصل وانا بصورة حتى لو بصور في الفجر. برضو هسمع اصوات غريبة وبرة في الشارع. يلا مش مشكلة. بس لو سمعتوا اي صوت تاني عادي بقى مش هنوقف خلاص مش مشكلة. لما يبقى الصوت عالي اوي هوقف. لكن لما يبقى صوت اه مش عالي خلاص هنسيبه عادي يطلع في الفيديو. هنرحب به في القناة بتاعتنا. طيب هنا بقى بيقول الكلمة دي راجع على ايه? احنا قلنا ادي هم وقلنا عندهم مش عارفة ايه قلنا راجع على ايه? يبقى الكلام راجع على اللي هي غزال الريم. تمام? طيب. عندنا بعد كده السؤالين برضو دول تبع القطعة. او السؤال معنا ممكن يكون السؤال التالت او الرابع بيجي مكان والتالت او رابع مش مشكلة. بس لازم تعرف كلمة يعني لخص. ياريت نحفظها. يعني لخص. بيقول لك لخص النص ده في جملة واحدة. وبعد كده بيقول لك وغزال الريم بيعيش فين. طيب احنا هنحل بتاع غزال الريم وبعدين نيجي للتلخيص عشان افهمك السؤال ده. اول حاجة غزال الريم بيعيش فين. هنقول له زي صحراء اهو. الجملة دي بس كده. تمام? طيب وهنكتب عندها عشان مش هكتب انت بقى بكتب الاجابة هناك. طيب بيقول لي لخص. التلخيص ده يا ولاة يا امها باخد اول سطر في القطعة بتاعتنا. دي بيكون التلخيص عادي مفيش مشكلة او انت لو هتعرف تلخص مفيش مشكلة. طيب احنا ممكن نقول زرار وقادي التلخيص بتاعنا. يعني في حامات اه بتعيش في الصحراء كتيرة. دي هتكون طيب. والله يا امس انا عايز اطلع من الجملة دي ممكن تقول خلاص ممكن تقول ممكن تاخد اي جملة منها. يعني هو بيتكلم على غزال الريم. بس كمان بتاعته هو تكلم على يبقى احنا ممكن ناخد الجملة الاولى باختصار للقطعة كلها. فهمنا? بس ادي سؤال اللي هو التلخيص. تعالوا بقى نشوف الترتيب. اول حاجة هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط. وهنقول. خلاص? مالها بقى البجعة? هي مفرد. يبقى تاخد از. طيب يا مستد انا عندي صفات مقرنة هنا. يبقى انا هنجيب الصفة اللي فيها اي ار وبعدها ذان وبعدين الحيوان التاني. يبقى ذا بلكن از سمولر ذان وناخد الحيوان التاني اللي هو ذا بير. اهو. ذا بير. بس كده. تمام? طيب السؤال التاني بيقول اللي هي العناكب. جمع. يبقى ناخد مين? يبقى هنقول يعني جدا. وبعدين يعني مفيدة جدا. تمام? طيب. بعد كده عندنا كلمة هاو. احنا عرفنا ان هاو مكني جراءة هاو طول هاو لانج هاو فاست هاو هاو بيك. كل الحاجات دي شرحناها. فعنا عندي مين فيهم? عندنا هاو طول. وبعدين هنجيب الفعل المساعد از. وبعدين الكلمة اللي بعدها اخورس. يعني كم طول الحصون. بعد كده عندنا البنكتويت. مش هنعمل اي حاج غير حرف لتيل اولين. وفي الاخر هنحط نقطة. وبعدين تكمل الجملة عادي جدا وتسيب مسافة بين كل كلمة وكلمة. طيب. بعد كده عايزك تكتبار كلمة عن الجمال. وعندنا كلمة فلاتفيت. وعندنا كلمة كاري سينكس. هنبدأ ان نقول ايه كاملز? ار اميزين. يعني الجمال رائعة. ممكن نقول انهم مثاليين في الصحراء. يبقى they are perfect for the desert. خلاص اهم. بعد كده هنقول بقى they. ليه بقى بقى بقول they? ان هنا كلمة الجمال جامع. خلاص? ممكن اقول it. بس لو هتكلم على الجمل بس. الجمل الواحد. لكن هنا جمال يبقى هقول they. هم. بدلا ماقول كاملز كاملز كاملز. لا. بعود عنهم بالدمير they. ونقول they have large flat feet. يعني عندهم اقدام مسطحة. ونقول they can carry people and singers. خلاص. بس هدي قوم لا اهم. ممكن بقى انقول يعني مش بيحتاجوا يشربوا مية كتيرة. تمام? عندك جمل تاني عن الجمل اكتب ما فيش اي مشكلة. انا بس بكتب لك الحاجات البسيطة. الجمل السهلة لتعرف تحفظها. تمام? كده الامتحان معانا خلص. سهل جدا جدا وبسيطة وفيش حاجة صعبة. تعالوا بقى نروح للامتحان الثاني. نفس النظام ده. وفي الاخر هنحنحن لامتحان للازهر ان شاء الله. برضو عندنا هنا على الكريكوديلز والسنيكس. فهنبدأ نقراها برضو من وانتو قدامكم اسمعوا بقى وحلو. بيقول اي. نقولها مرة كمان؟ نقولها مرة كمان؟ خلص سهلة جدا. اول سبال معانا ازا كريكوديل is small. طبعا دي فولس. احنا ما سمعناش الجملة دي. طيب سبايدرز are very helpful. طبعا هنا فولس. تمام؟ طيب نيجي بقى هنا ليه choose. an elephant is than a bird. it's about two thousand kilograms. انا عندي هنا than. باختار الصفة اللي فيها e or. ثاني سؤال. كريكوديلز are dangerous than spiders. عندنا هنا than. باختار الصفة اللي فيها e or. ما عنديش يا مثل ان انا عندي هنا صفة كبيرة. فالصفة كبيرة بناخد قبلها. more. تمام؟ طيب رقم ثلاثة some birds have long they use them to eat. بعض الطيور عندها ايه كبيرة او طويلة عشان بتساعدهم في ان هما بياكلوا. يبقى عندهم ايه peaks. peaks اللي هو المنقر. تمام؟ رقم اربع ريم جزول. they have yellow white. طبعا. كوت. نيجي بقى هنا ليه الاكمل. عندنا كلمة dangerous. خطير animals. حيوانات كامو. الجمل. way big. كبير. my family likes to visit the zoo. last friday we visited geza zoo. we saw different. او بيقول عيلتي بتحب تزور حديقة الحيوانات. ورجو مع الماضية احنا زورنا حديقة الحيوانات اللي في الجيزة. وبيقول احنا شوفنا ايه بقى مختلفة. يطرف الزو هنشوف ايه? يبقى اكيد animals. حيوانات مختلفة. تمام؟ طيب. some animals are like snakes. في بعض الحيوانات شبأ ايه زي السنيكس اللي هي التعبين. يبقى اكيد هي dangerous خطيرة. some animals help us like the it's strong. بيقول مين بقى اللي بيتعبنا زي ايه? وبيقول انه هو قوي. يبقى مفيش غير الكامو اللي هو الجمل. خلاص? طيب بعد كده التوصيل. spiders are a crocodile is dangerous. a phoenix fox lives. horses like two. it's dangerous and scary. من هو اللي dangerous وسكيري? يبقى طبعا الكريكوديل. يبقى number two. in the deserts. في الصحراء. يبقى سعلى بالفينك. بيعيش في الصحراء. يبقى هنا رقم تلاتة. very helpful. يبقى spiders اللي هم العناكب. خلاص? eat grass. بيأكل العشب ولا every morning. طبعا هنا horses like two. يبقى الحسنة بتحب تاكل the grass. تمام? لكن every morning كل يوم الصبح مش هتاخد حاجة. تعالوا نشوف الصفاحة اللي جنبيها. بتكلم على الجمال. خلاص. بقى. احنا هنحله على طول. the text is about. يعني اين the text is about هذا? النص عن. يعني النص بيتكلم عن أي يا رد ؟ تكتبهم بالعربي. النص ده بتكلم عن ايه؟ يا مس بيتكلم على الكامولز اللي هي الجمال. طيب horses? لا ثمان يا هو بتكلم على الانيمالز. ان ان phase ان هو هنا يتكلم على الكاملز والهورسز يبقى انمالزين اندبت يعني الحيوانات في مصر الحيوانات في مصر انه هو ما بيتكلمش على الهورسز بس ولا الكاملز يبقى بيتكلم على الهورسز اللي هي الحيوانات طيب تعال نشوف هنا بيقول لي هورسز كان ليف اب تو ييرز اه بيقول ان الاحسنة ممكن انتهيش لحد كم سنة تعالوا نشوف كده بيقول هنا ايه هورسز كان ليف اب تو ثيرتي ييرز يعني تلاتين سنة اهي طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعدية هور دو كاملز ليف اين تعيش الجمال تعالوا نشوف كده اهو بيقول لي هنا هل بفول و ديزرت طبعا لما تيجي ترى هنا هتلاعين ان هي بتشيل للناس في الصحراء ومش عارفة وايه يبقى هي بتعيش فين يبقى في الصحراء يبقى هنقوله خلاص بس بعد كده سمرايز الساكن باراغراف ان وان سنتينز هاللخص الباراغراف التاني الباراغراف الاول خلص لحد هنا الباراغراف التاني اهو بيتكلم بقى على الاحسنة والجمال تمام ممكن نقول هورسز ان كاملز ار جود فور زا ديزرت دي اهي الاحسنة والجمال الاثنين رائعين في الصحراء ممكن تاخد الجملة الاولى هورسز ار هيل بفول تمام اي جملة منهم هتكون صح خلاص كده طيب تعالوا بقى ليه التفتيب هنا هنبدأ بذا نبدأ على طول بالكلمة اللي هتحتاخد ذا ايه يبقى ذا فنك فاكس ثاني فاكس سعب الفن اكمل وبقى هاز لديه بيج ايرز لديه ودن ايه كبيرة طيب كريكوديلز ما لهم جامعة هي يبقى ار انامالز ولا دينجرس لا احنا قلنا في الانجليزي بتكون الصفة قبل الايه الاسم فهن هنكتب دينجرس وبعدين انامالز خلاص خلاص طيب بعد كده كاملز مالها برضو جامعي بقى تاخد ار طيب انا عندي بيوتفول وسترونج 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 بيوتفول اللي اتنين صح هتكتب دي الاول او دي الاول مفيش اي مشكلة فانا هكتب بيوتفول خلاص طيب نيجب بعد كده بيقول لي طبعا انجبت اه عملينها في الاخر بس هنحط علمت استفهان خلاص تنزل بباقي السطر كله بعد كده بيتكلم على سعلى بالفنك برضو هنكتب 24 كلمة بتاعنا نشوف مع بعض كلمة ايرز اللي هي الازن وهيت اللي هي الحرورة هنبدأ نكتب زها فينك فاكس لازم تسيب مسافة كده زي ما انا سايب هنبدأ ممكن appetوي انا سايب اهجب أكبر زرير ايضا اصب отнош اهجب خلاص? ممكن بقى نقول ات ايتس هو بيأكل ايه? اه اه الانسكتس الليزرد سمو مايس خلاص? بس كده عايز تزاود جومل تاني طبعا احنا كتبنا بتاع حوالي تسع جمل عن سعلة بالفينك اكتب اي جمل منهم هتكون صح. تمام? بس كده. تعالوا بقى نشوف امتحان الازهر الشريف. نشوف شكل مرضو الامتحام تاع الازهر عشان نبقى رضينا الكل. امتحان الازهر هيبقى شكله كده. عندنا في الاول بس الليزن بتكون اختيارات فسهلة جدا جدا. بعد كده عندنا محادسة. احنا في العام ما عندناش محادسات. لكن الازهر في محادسة بس بتكون سهلة جدا جدا. وبعد كده اختيارات وطبعا فيه هيبقى فيه قطعة وهيبقى فيه آآ بارجراف وهيبقى فيه كل حاجة زي عندكم بس ايه? بيبقى اختلاف بسيط جدا. تعالوا نشوف اول حاجة كده بيقولي. الاحسانة بتاكل. طبعا بتاكل هتبدأ تحل حتى انت من غير ما تسمع لانها حاجات ايه? احنا درسناها قبل كده. الاحسانة ممكن تعيش في الفورست ولا ولا ديزرت. لا يا مس احنا انا ممكن تعيش في الصحراء عادي جدا. طيب تعالوا نشوف الايه المحادسة. عندنا كلمة انسكتس. ويت ويهير. نقاط. قالك ايت ايت نقاط سمال ليزردس ان مايس. واي دز افينيك فاكس هاف بيج ايرز. تو نوت سمال انسكتس. طبعا هنا لازم تقراها كلها وبعدين ترجع تحل. فهنا بيقول ماذا يأكل سعلا بالفينك? يبقى هنا قالك بيأكل مش عارف ايه. يبقى ماذا يأكل? يبقى اول حاجة هنا هتكون ايت. يبقى دي خلاص اخدناها. بيأكل ايه بقى? انسكتس ولا هير? لا يا مس انسكتس. يعني بيأكل الحشرات. طيب تو هير عنده دين كبيرة عشان يسمع الحيونات الصننة والحشرات. تمام? طيب تعالوا نشوف الاختيارات. بيقول هنا ايه. خلاص بقى انا عندي ذان يبقى اختر الصفة اللي فيها. اي ار. خلي بالكم الاختيارات بتكون ثلاث اختيارات بس مش اربعة زي العام. غزائل الريم عنده لانج ايه? احنا قلناه هورنس. اللي هي القرون الطويلة. سبايدرز ايت. العناكب بتاكل كاملز ولا انسكتس ولا بيردز. لا. بتاكل انسكتس. الخشرات. نوها is younger. فاطمة. اه ده انا عندي هنا فيها ايه اول. يبقى اختار ذان. طيب تيرتلز ار نو افذان رابيتز. برضو عندي ذاني. بقى اختار الصفة اللي فيها ايه اول. خلاص. بات سهل جدا جدا. ان شاء الله بقى الفيديو بجاي بإذن الرحمن. هنبدأ ناخد الوحدة التالتة مع بعض. ان شاء الله ممكن يكون الفيديو بكرة. بإذن الله. هناخد الوحدة التالتة مع بعض. اول درس فيها. وهنحل برضو متحان عليها بإذن الله. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم واستفدتم مني في الوحدة الاولى والبحدة التانية. ان شاء الله هنكمل مع بعض الوحدة التالتة واخر المنهج بازن الرحمن. اشوفكم على خير يا صنع piel فيديو جديد ان شاء الله. وقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.